داخل هذه المخيمات التي تبدو منتظمة من الأعلى آلاف العراقيين بمشاعر متشابكة يحلمون بالعودة إلى بلادهم فهنا تبدو أم تنشر على حبل الغسيل ملابس أطفالها ومن ثم تذاكر معهم دروسهم في خيمة من خيم الإيواء بمركز تأهيلا خاص على الوقت يمر سريعا وتعود لتربي أطفالها في بيتها وبيت آبائها أولاد يروحون على المدرسة الحكومية ويدرسون اليوم الباحة باشرة الامتحانات والحمد لله يعني الحمد لله هنا وضعنا كويس بس يعني إذا يجون أطفال وأطلع مغادرة بعد أحسن وأحسن العراقية عواطف مسعود خمسة وثلاثون عاما تتطلع للعودة إلى قريتها في الأنبار بعد ثلاث سنوات قضتها في سوريا في مخيم الهول إلا أن مركز الجدع للتأهيل المجتمعي محطة ضرورية قبل ذلك لاستبعاد أي فكر متطرف وتقديم دعم نفسي خاصة بعد خروجها من مخيم الهول في سوريا والذي يضم عائلات عراقية وأجنبية لعناصر داعش وأنا لم أمسك لمغادرة هسنة أقول بك تلا يجون أطفال وأطلع نبا وحدانا وياهم أرجع على هيت وعلى بيتي أروح بيت أهلي هناك عمام وخوالي واصلا إحنا من جيل المخيم الهول ما تنتوقع لهذا الأمان وأهم شي هو الأمان هنا أهم شي الأمان وهنا جاعد يجي من الضمات لما تشوفوا شي ضايجة شي تأخذكم دعم نفسي على الحياكة على الخرز على الحلويات على الخياطة لا يزال ثلاثون ألف عراقي عالقين في الهول بينهم عشرين ألف طفلا وفق وزارة الهجرة العراقية لكن إعادتهم تطرح إشكالية حساسة هي المصالحة في بلد لا تزال فيه العائلة متهمة بالارتباط بداعش والذي عاث خرابا في المدن والقرى وارتكب المجازر الأمن القومي لديهم فرق جوالة من أجل أخذ استبيانات وكيفية معالجة تلك الأفكار الموجودة وهل لديهم أفكار أخرى مخالطة؟ فكان هناك مجموعة من باحثين مختصين في الدعم النفسي لدينا حاليا عبرنا خمس وجبات عودة كل مرحلة تبدأ بالثلاثين إلى خمس وعشرين عائلة سواء كانت الأنبار جزء قليل من الصلاح الدين والجزء آخر من نينوة السكان في مناطق العودة يتخوفون من أن رجوع العائلات التي يعتقدون أنها ساندت داعش أو لا تزال سيزعزع استقرار مجتمعهم ويخلق مخاطر جديدة على الأمن والعلاقات